يهود تاريخ افتتاح السوق هذا إلى أكثر من قرن وهو أحد آثار اليهود في الموصل سوق الصياغ أحد أهم المنصات الاقتصادية في المدينة نالت الحرب منه حتى تركته خرابا مع محاولات خجولة لعادة إعماره السوق الصخب سابقا يخيم السكوت على بقاياه أو ما أعيد تأهيله في أجزاء منه ولم يعد إليه أصحابه إلا واحد يأمل أن يعود إلى سابق عهده مقصدا لأهل المدينة وما جاورها سوق الصياغ أولا ما شاء الله يشغل كله حتى قرى ورياف يجوني سوقوني صاغة آخرون رفضوا الحديث أمام الكاميرا عن سبب إهمال السوق من قبل الحكومة المحلية معللين ذلك بوجود خلافات حول عائديته بين الوقفين السني والشيعي تسببت بأن يظل محل نزاع غير قابل أي محاولة لإعماره يو تي في حصلت على نسخ من وثائق تبادلها الوقفان السني والشيعي تفيد بوجود نزاع حول عائدية بعض من المساجد والأسواق التي يمتلكها الوقف السني فضلا عن استيلاء إحدى الجهات الأمنية على جامع أيسر الموصل عام 2018 وتغيير اسمه إلى جامع الوحدة الإسلامية ليصبح فيما بعد مقرا لهذه الجهة وقد أجرينا اتصالات مع مديرية الوقف السني في الموصل والحكومة المحلية ورفضا الاستجابة أو الحديث أمام الكاميرا لفضل اشتباك أو إيضاحه بين الوقفين